الإفلات من العقاب وأثره على السلم المجتمعي كان عنوانا للندوة الحقوقية التي نظمها قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين للوقوف على الجوانب القانونية والسياسية والأخلاقية والآليات الدولية والمحلية لمناهضة الإفلات من العقاب لا يخفى على أحد الكم الهائل من الانتهاكات والفضائع والجرائم التي طبعت ولا تزال تطبع المشهد العراقي والتي وثقت من قبل المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة وبالمقابل أكاد أجزم أن أحدا لم يحاسب فضلا عن أن يعاقب على أي جرم ارتكبه لا سيما منذ 2003 وحتى اليوم وهذا كله بسبب شيوع ثقافة الإفلات من العقاب وأثر ذلك على السلم المجتمعي وفي ورقتها أثناء الندوى استعرضت المستشارة القانونية إيناس زايد سياسة ازدواجية المعايير في التحقيق بالجرائم ضد المدنيين مطالبة بإنشاء فريق تحقيق مستقل ومحايد في الجرائم المرتكبة محملة حكومة بغداد المسؤولية تجاه ما يحصل من انتهاكات يومية لحقوق الإنسان في العراق كل هذه الانتهاكات التي تقع من كافة أطراف النزاع في العراق تواجه قطرا أكبر وهو مسألة عدم مساءلة عن هذه الانتهاكات لا يوجد أي مساءلة وهو ما يخشى يعني بسببه يخشى من الإفلات إفلات هؤلاء المجرمين من العقاب الإفلات من العقاب عندما نتحدث عن الإفلات من العقاب هو فعليا عدم موجود إرادة سياسية لمعاقبة هؤلاء المجرمين لأن النصوص القانونية موجودة سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي هناك قوانين في العراق تمنع ارتكاب هذه الجرائم وأيضا هناك من الاتفاقيات الدولية التي أيضا تحضر ارتكاب مثل هذه الجرائم ولكن لا على المستوى المحلي ولا على المستوى الدولي نرى أي تحرك في سبيل معاقبة هؤلاء المجرمين ونحن نتحدث عن المجرمين على كافة المستويات سواء كانوا قادة عسكريين أم جنود أو حتى من المسؤولين الذين يعطون الأمر بقتل هؤلاء الأشخاص أو قيام بهذه الجرائم من جانبه أكد المستشار في مجال حقوق الإنسان رياض الصبح أن تفسيرات القانون الدولي لا تعني إعطاء المبررات لارتكاب الانتهاكات وأن مفهوم الإفلات من العقاب نابع من مفهوم سيادة القانون وتطبيقه على من هو في السلطة أو خارجها مفهوم الإفلات من العقاب بنطلق بالأساس من مفهوم سيادة القانون يعني هو نقيض لفكرة سيادة القانون أي بمعنى آخر تطبيق القانون على كل شخص بغض النظر عن أي اعتبار كان سواء كان بالسلطة أو كان ليس بالسلطة وكل اتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان كانت تتكلم عن هذا المفهوم وحتى تفسيرات الأمم المتحدة تتحدث عن هذا المفهوم ولكن في عالمنا العربي لو عملنا نوع من المقاربة مع هذا المفهوم سنجد أن الإفلات من العقاب تقريبا موجود في كثير من الممارسات التي لدينا واختتمت الندوة بتسليم شهادات تقديرية ودروع تذكارية على المشاركين في الندوة الحقوقية اشتركوا في القناة